موسيقى تواجه املاقة التكنولوجيا الكورية الجنوبية سامسونج شبح هبوط ارباحها خلال الربع الثالث من العام بنسبة 45% على اساس سنوي وفقا لتوقعات محللين في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها من نظرائها في السوق وصابقا كانت شركة ابل الامريكية تمثل الهاجس الوحيد لكبار مسؤولي سامسونج اما الان فقد انضمت شركات هواوي ولينوفو وزيتي اي وشوامي الى القائمة خاصة بعد صعود نجم الاخيرة في الصين في الفترة الاخيرة وثم تتوقعات بهبوط ارباح سامسونج في ظل المنافسة القوية التي تواجهها من ظهور هواتف ذكية صينية لخيصة الثمن بالاضافة الى اصدار ابل هاتفين جديدين من علامتها التجارية الراقية ايفون بشاشتين اكبر حجما لتمثل تهديدا لمبيعات اصدار سامسونج نوت فور وجالكسي اس فايف وتتوقع سامسونج هبوط ارباحها بنسبة ستين بالمئة تقريبا لتصل الى ثلاثة فاصل ثمانية مليار دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري وهي النسبة الاضعف منذ منتصف عام 2011 علاوة على ذلك هبط سعر سهم سامسونج الى ادنى مستوياته في عامين على الجانب المشرق يتوقع استمرار تحسن العمل في وحدة الشرائح الالكترونية الخاصة بسامسونج مع ازدياد الطلب عليها والمثير للسخرية انه من المتوقع ان تشتري ابل شحنات من مكونات سامسونج لوضعها في هواتف ايفون الجديدة ومن المحتمل ان يسهم نشاط وحدة سامسونج للشرائح الالكترونية في تعوض هبوط مبيعات وحدة الهواتف المحمولة التابعة للشركة محمد الجبالي رايترز